اشتركوا في القناة كما يجد من يعني يجامع ولذلك هو مفطر المسألة الثانية فيما يتعلق بحكم الاستمناء محرم لا يجوز للمسلم أن يستمني سواء كان في رمضان أو في غير رمضان وفي رمضان أثناء الصيام يكون الأمر أشد لأنه انتهاك لحرمة هذا اليوم الذي هو من أيام الله العظيمة من الأيام العباداء من الأيام الله العظيمة التي شرع الله عز وجل فيه هذا الصيام ولذلك الذنب يكون أشد وأعظم أما قولك وهي المسألة الثالثة هل فيه إجماع أو الخلاف قوي هو ليس فيه إجماع من أهل العلم ذهب إلى أن الاستمناء لا يفطر لكن ليس كل قول يقوله عالم يكون معتبر ليس كل قول يقوله العالم يكون معتبر وليس كل مسألة ليس فيها إجماع ما يكون فيها راجح يعني هذه مسائل مبثوثة ومعروفة عند أهل العلم علي ولذلك يوجد من العلماء من قال الاستمناء لا يفطر يقولون هكذا ولكن الراجح بأن الاستمناء مفطر والدليل ذكرت لك أنا قول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي وذلك الآن الفقه يا علي الآن الأكل يقول كل ما هو في معنى الأكل يفطر الآن المحلول هذا إذا رأيته وليس برز ولا لحم حتى يفهم الناس ما هو برز ولا لحم ولا مثلا كذا دجاج هذا مغذي محلول لكن العلم يقول مفطر العلم يقول مفطر فلو ذهبنا إلى أن كل شيء يؤكل عن طريق الفم هو الذي يفطر سقطت كثير من المفطرات الموجودة الآن فلذلك بالنسبة للاستمناء شهوة شهوة ولذلك من استمنى في نهار رمضان فقد أخطأ وعليه التوبة والاستغفار من هذا الفعل المحرم وأيضا يقضي هذا اليوم فقط وليس عليه كفارة ككفارة المجامع ما يكفر مثل ما يكفر المجامع في نهار رمضان وإنما عليه القضاء قضاء هذا اليوم مع التوبة والاستغفار ترجمة نانسي قنقر